واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وذلك بمحافظة طي السويس والجيزة استمرار للضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها الأجهزة الأمنية لتجار ومرووج المواد المخدرة والتي تعكس يقاذتها وضقة عمليات الرصد والمتابعة لإقطع الطريق أمام هذه العناصر الإجرامية لترويج سمومهم القاتلة وبما يحمي الشباب من الوقوع فريس للإدمان بهذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة نشاط عنصرين إجراميين تخصص في نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة بمحافظة السويس وتروجها على عملائهم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق إعداد مخازن سرية داخل سيارة نقل بعيداً عن الرصد والمتابعة الأمنية عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما على استقلالهم السيارة المشر إليها بنطاق قسم شرطة الجنايم بالسويس ونجحت الإدارة في ضبط ستة آلاف تربة لمخدر الحشيش تزن ستمائة كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 42 مليون جنيها واستكمالاً لتلك الضربات وإحباط محاولات الجلب والترويج فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي ضربة أمنية حاسمة بالتنصق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالاشتراك مع مدرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصصة في الاتجار بمخدر الآيس واتخذاً من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مصرحة لمزاولة هذا النشاط الإجرامي وبحوزة كمية من مخدر الآيس تزن 50 كيلوغرام وتقدر قيمتها المالية بـ 50 مليون جنيه هذه الضربات الأمنية القوية التي تحبط محاولات الجلب والترويج إنما هي تأكيد على يقظة واحترافية الأجهزة الأمنية لتصديها الحاسم لمحاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة فهذه الضربات الاستباقية تسهم في حجب كميات هائلة من المخدرات عن البلاد اشتركوا في القناة